بسم الله الرحمن الرحيم عرفنا في فيديو سابق كيفية إيجاد الحل الأولي ثم كيفية اختبار هذا الحل هل هو الحل الأمثل أم لا بحساب مؤشرات الصفوف ومؤشرات الأعمدة عند الخلايا المشغولة ثم حساب التكلفة المحسنة أو التكلفة المخفضة عند الخلايا غير المشغولة وحصلنا على هذه القيمة واكتشفنا أن من هذه القيم السالبة للتكلفة المحسنة أن هذا الحل ليس هو الحل الأمثل إذن كيفية الوصول للحل الأمثل هتكون بهذه الطريقة إذا كان الحل ليس هو الحل الأمثل اختار الخلايا التي تحتوي على تكلفة محسنة أكثر سالبية وضع بداخلها علامة موجب بمعنى أن هذا هو المتغير الداخل الخطوة اللي بعدها حدد مصار في اتجاه عقارب الساعة في هذا الاتجاه متحركة من الخلية اللي بدأت بيها اللي هي بها علامة موجب إلى أي خلية أخرى مشغولة بحيث يمكنك رسم خط مستقيم بينهما وضع إشارة سالب ووصل التحرك بنفس الطريقة بطريقة إما أفقية أو رأسية إلى من خلية إلى أخرى على نفس الصف أو العمود بحيث مرة نضع إشارة موجب ومرة نضع إشارة سالب بحيث في النهاية نعود إلى الخلية الأولى الخلايا التي بها إشارة موجب بنسميها الخلايا الأخذة الخلايا التي بها إشارة سالب بنسميها الخلايا المعطية افحص الخلايا المعطية التي بها إشارة سالب واختار أقل قيمة منها وبذلك بيكون اخترت المتغير الخارج هنطبق ده في هذا المثال لو رجعنا إلى الجدول بهذا الشكل نجد أن التكلفة المحسنة الأكثر سالبية هي سالب 16 إذن عند هذه الخلية بضع إشارة موجب وتحرك في اتجاه أقارب الساعة إلى الخلايا المشغولة طبعا التكلفة المحسنة أصبحت غير مطلوبة لن نستخدمها مرة أخرى في هذا الجدول أتناقل إلى الخلية المشغولة التالية وضع إشارة سالب ثم أواصل بنفس الطريقة إما أفقي أو رأسي آخر مرة كانت سالب هنا هيكون موجب ثم هنا هيكون سالب ثم موجب ثم سالب ثم نعود إلى الخلية الأولى زي ما قلنا الخلايا التي بها إشارة موجب دي الخلايا الأخذة ودي الخلايا التي بها إشارة سالب هي الخلايا المعطية أكتر من الخلايا المعطية القيمة الأقل فهنا عندي سالب 30 وسالب 15 وسالب 40 إذن المتغير الخارج أو هذه الخلية هي اللي أنا حددتها ثم الخطوة اللي بعدها أضيف أو أطرح هذه القيمة إلى باقي الخلايا يعني هنا عندي إشارة موجب حضيف هذه القيمة اللي هي 15 وهنا حطرح لأن هنا عندي ناقص هذه القيمة 15 أصبحت هنا 15 هنا زائد هذه القيمة 15 يعني 60 45 زائد 15 وهنا 20 زائد 15 35 وهنا 40 ناقص 15 25 وهنا طبعا أصبحت صفر فأصبح الجدول بهذا الشكل أو أصبح الحل الجديد بهذا الشكل تكلفة هذه الخطة للنقل هيكون زي ما عملنا قبل كده أضرب 15 في 9 زائد 60 في 2 زائد 35 في 3 زائد 25 في 10 زائد 15 في 6 زائد 20 في 8 تجد أن التكلفة هنا 860 لو تتذكروا في الحل الأولي كانت التكلفة 1100 إذن بهذا الحل استطعنا فعلا تخفيض التكلفة السؤال مرة أخرى هل هذا الحل هو الحل الأمثل أو بمعنى آخر هل هذه التكلفة هي أقل تكلفة ممكنة أم يمكن تقليل التكلفة عن هذه القيمة للإجابة على هذا السؤال هيكون بنفس الخطوات السابقة وهي حساب مؤشرات الصفوف حساب مؤشرات الأعمدة حساب التكلفة المحسنة عند الخلايا غير المشغولة بهذا الشكل إذن هيكون عندي R1 وR2 وR3 دي مؤشرات الصفوف T1 T2 T3 T4 مؤشرات الأعمدة وزي ما قلنا قبل كده هذه المؤشرات تحسب عن طريق معادلة أن التكلفة عند الخلايا المشغولة زي هذه الخلية التكلفة 9 تساوي مجموع مؤشر الصف زائد مؤشر العمود أي أن المعادلة الأولى هتكون R1 زائد T1 تساوي 9 المعادلة التانية هتكون R2 زائد T1 تساوي التكلفة 2 اللي بعدها عند هذه الخلية مثلا R1 زائد T3 تساوي 6 عند هذه الخلية خلية مشغولة أيضا R3 زائد T2 تساوي 3 عند هذه الخلية R3 زائد T3 تساوي 10 والخلية الأخيرة R3 زائد T4 تساوي 4 ضع R1 تساوي 0 واحسب باقي المؤشرات بهذا الشكل عند الخلية الغير مشغولة بنحسب التكلفة المحسنة عن طريق معادلة أن التكلفة المحسنة تساوي التكلفة ناقص مؤشر الصف ناقص مؤشر العمود بالنظر لهذه القيم للتكلفة المحسنة نجد هنا مجابة هنا مجابة وهنا أيضا مجابة مجابة لكن ما زال هنا قيمة سالبة إذن هذا الحل ليس هو الحل الأمثال إذن هنكرر الخطوات مرة تانية أضع هنا علامة موجب وتحرك بخط أفقي أو رأسي بحيث أصل إلى الخلية التالية فهتحرك إلى هذه الخلية وهنا ستكون سالب ثم هذه الخلية ستكون موجب ثم لهذه الخلية ستكون سالب ثم هذه الخلية زي ما قلنا قبل كده التحرك بيكون في خط أفقي أو رأسي وفي اتجاه أقارب الساعة ثم هذه الخلية سالب ثم أعود مرة تانية إلى هذه الخلية في الحقيقة في خطأ بسيط لابد أن نحذر منه إن لابد يكون الإشارات الموجبة في الصف الواحد والعمود الواحد لابد تكون متساوية يعني لو نظرنا في الصف اللي بدأت بيه هنا عندي إشارة موجب واحدة وهنا إشارة سالب واحدة وهنا إشارة موجب أخرى في هذا الصف يوجد إشارتين موجبتين واحدة فقط سالبة معالجة هذا الأمر بيكون بتخطي هذه الخلية يعني أبدأ هنا بإشارة موجب ثم الخلية اللي بعدها أنا ليس بالضرورة أمر على كل الخلية فأقدر أتجاوز هذه الخلية وتكون اللي بعدها هي هذه الخلية فأصبحت هنا سالب بهذا الشكل فالخلية الأولى هتكون هذه الخلية هنا موجب اللي بعدها هي هذه الخلية هتكون سالب اللي بعدها هي هذه الخلية موجب اللي بعدها سالب وفي العمود الأخير أيضا هتجاوز هذه الخلية إلى أن أعود إلى الخلية الأولى الخلايا الأخذة واحد الخلايا المعطية واحد اللي عندها إشارة سالب اثنين أقطر منهم الأقل وهي 15 وأضفها هنا على 15 أصبحت 30 وأطرحها من هنا طبعا أصبحت 0 وكمان أضفها هنا أصبحت 15 وأطرحها من هنا أصبحت 10 وأصبح هذا هو الحل المحسن هذا الحل تكلفته هتكون 725 ريال واضح طبعا أنه أقل من الحل السابق وإذا كررنا خطوات حساب مؤشرات الصفوف والأعمدة والتكلفة المحسنة هنجدها جميعها قيم مجابة أي أن هذا الحل هو الحل الأمثل الذي نبحث عنه إذن الحل الأمثل لهذه المشكلة هي نقل 60 طن لحي مشرفة من المستودع الثاني و15 طن من المستودع رقم 3 35 طن يتم نقلوه من المستودع الثالث إلى حي الحمراء 30 طن يتم نقلوه من المستودع الأول إلى حي النزهة 10 طن من المستودع الثالث إلى حي النزهة و20 طن من المستودع الثالث إلى حي الجمعة وفي هذه الحالة ستحقق أقل تكلفة نقل ممكنة وهي 725 ريال